السلام عليكم جميعا إن شاء الله جميعا بخير بهذا الفيديو رح نشرح النوع من أنواع الاشتراكات اللي طورناها بالجديد بمدئيس طبعا خلال السنتين الماضية اللي احنا جنا دينسوي بيها كورسات بنفس الوقت أكيد جنا ديندرس الطلاب اللي دايش تركون يمنى و جنا نريد نعرف شنو احتياجاتهم و هم ليش دايش تركون يمنى فاللي تبين عندنا طبعا بعد ما قسم الطلاب سألناهم قسم الطلاب عن طريق المعلومات اللي نأخذها من عندهم للتسجيل درسنا الموضوع و شفنا أنه أكونوا عين من الطلاب بشكل عام أكو طلاب يحتاجون أنه الكورس اللي رح يشتركون به يظلوا إياهم لأكثر فترة ممكنة تمام؟ أو يعني يحتاجون أنه يرجعون للكورس شوكة ما يريدون واللي هم على طلاب المرحلة الرابعة اللي هم عالة رح يشتركون يمنى أول مرة و يحتاجون بأنه هذا الكورس اللي هو مثلا الكارديولوجي مثلا بالباطنية أو مثلا البيدياتريكس بالأطفال و الآخره يحتاجون أنه هذا الكورس يبقوا إياهم بالمرحلة الخامسة و بالمرحلة السادسة و يرجعون يعني يقدرون أنه يرجعون له في أي وقت و يدرسون عليه فهي كانت الصنف الأول من الطلاب و كانت اشتراكاتنا لهذا أغلبها هي اشتراكات دائمية اللي تخدم هاي الشريحة من الطلاب وسيكون شريحة ثانية من الطلاب و اللي هم الطلاب اللي يحتاجون الكورسات لفترة معينة فقط على سبيل المثال الطلاب الاستاجيرية تمام و اللي مثلا بفترة الروتما الباطنية مالتهم يحتاجون أنه يشوفون الفيديوهات مالباطنية لمدة الشهرين أو لمدة ثلاثة شهر و ما يهمه أنه الكورس يبقى وياه لسنة الجاية لأنه أصلا بسنة الجاية رح يكون متخرج فلهذا طورنا نوع جديد من الاشتراكات و اللي يكون حسب الوقت اللي يسميه هناها بالTime Plans for Subscription تمام و اللي هي الاشتراكات الوقتية أو حسب الوقت و اللي لح تخدم هاي يعني الشريحة من الطلاب فخلي ناخذ بعض الأفكار وخلي نفتهم شنو ذني Time Plans و شنو أهم الأشياء اللي يحتاج تعرفوها عليها بمثل ما قلنا أول السؤال اللي هي شنو يذني المانت لسبسكروبشن بلانز هي عبارة عن خطة اشتراك وقتية بهذه الخطة للاشتراك الوقتية الطالب رح تنفتح له كل الكورسات اللي احنا مسويها بمدئيس يعني رح تنفتح له الباطنية والأطفال و أي كورس احنا مسوي رح يكون مفتوح له تمام و يقدر يشوف كل الفيديوهات اللي احنا نعرضها بالمنصة بس شنو هاي الفيديوهات تكون لفترة معينة تمام و اللي هي الفترة اللي الطالب يتحكم بها هي الفترة اللي الطالب يحتاجها تمام فهي هاي فكرة المونتلي سبسكروبشن بلانز شنو الأدفانتجز مالتها أولا أهم أدفانتج إنه الطالب رح يقدر يشوف كل الفيديوهات اللي بالمنصة يعني ما يحتاج إنه بالباطنية يشترك بالكارديو و بعدين بالرسباراتري و بعدين بالج آيتي و بعدين بالهيمتولوجي وهكذا لأ هو رح يقدر يشوف كل ذني الكورسات وحتى لو مثلا عنده وراء أطفال يقدر يشوف كورسات الأطفال ومن ينسوي الجراحة رح يقدر يشوف كورسات الجراحة أو فيديوهات الجراحة وهكذا فإذن رح تنعرض لك كل الفيديوهات اللي موجودة بالمنصة هاي الفائدة الأولى الفائدة الثانية إنه هاي الفيديوهات اللي رح تنعرض لها إذن أول فائدة مثل ما قلنا إنه الفيديوهات اللي موجودة للطالب الفائدة الثانية إنه السعر كلش رح يكون أقل مما لو الطالب يشترك بكل كورس من ذني وحده بصورة دائمية مثل ما رح نشوفها سالأسعار بالإسلاح الجاي رح تشوفون إنه الأسعار كلش أقل مما لو الطالب يشترك بكل كورس وحده بصورة دائمية فيعني هذا هو الأدفانتج الثاني إنه السعر مالتها رح يكون أقل بالنسبة للدس أدفانتج مالتها فهي الحقيقة هو من أسمها يعني هي رح تكون مؤقتة فيعني الطالب اللي يحتاج إنه الكورس هذا يرجع لورا سنة يرجع لورا سنتين يعني يرجع لشوكة ما يريد فليشترك بهاي الخطة لأنه يعني بهاي الحالة لأنه رح تتوقف الكورسات ورى فترة معينة فإذا ندس أدفانتج مالتها إنه هي مثل ما قلنا هي تايملي يعني بها فترة معينة زين منه رح تخدم هاي الخطة مع الاشتراك مثل ما قلنا أهم الطلاب اللي رح تخدمهم هما الاستاجير ستودنس أو يعني السيكسي غريد ستودنس طلاب الاستاجير عالة يحتاج أنه يشوف الكورس المعين لفترة معينة فقط ما يهم أنه الكورس يبقى إلى سنة الجاية فيحتاج على سبيل المثال خلال روتة الباطنية اللي هي شهرين إلى ثلاثة شهر إنه يشوف فيديوهات الباطنية لهاي الفترة فقط تمام؟ وخلص انتهى هو بعد ما يريدها وراها لأنه رح يروح للجراحة ويعني يروح وراها إلى مثلا النسائية وهكذا وبعد ما يحتاج الكورس أكثر من هاي المدة فأغل أكثر الناس اللي رح تخدمهم مطلاب المرحلة السادسة واللي أيضا يعني ما يريدون إنه يشتركون بالكورسات كل واحد وحدة ويكون السعر عليهم على فهذه الخطة رح تضمنهم سعر أقل ويشوفون كل الفيديوهات وكل المحتوى من المنصة الطلاب الثانيين رح تخدمهم وطلاب اللي يريدون إنه يقرؤون في وقت الامتحان يعني أكوه ويا طلاب كانوا يشتركون يقول الدكتور إنه أنا أريد الفيديوهات بس لفترة الامتحان يعني أنا أردق هالفيديوهات خلال هاي الفترة من الامتحان طبعا إحنا منا نصحب هذا الشيء يعني بس أكو طلاب هم يريدون هذا الشيء يريد إنه يشوف الفيديوهات أو يقرأ عليها خلال فترة الامتحانات اللي هي شهرين ثلاثة ورا فترة الامتحانات هو ميهمة بعد إنه تبقى الفيديوهات يهمة فأيضا الطالب اللي يعني يريد يشوف الفيديوهات خلال فترة الامتحانات فقط أيضا يقدر إنه يشترك بهاي الخطة تمام زيان هسا نجي على الأسعار مالتها بالنسبة لأسعار مالتها فهي موضحة بهذا الصورة تمام فهي تتقسم حسب الفترة اللي إنت تريدها وكل ما الفترة تزيد كل ما السعر عليك يقل فبالتالي هذا هي في زمال شهر واحد اللي هي عشرين ألف في حالة إنه إنت اشتركت بثلاثة شهر رح تكون خمسين ألف بدل سبتين ألف فأنت هنا يعني رح تقدر تسوي سيب لعشرة ألاف في حالة إنه سيكس منز رح تكون تسعين ألف بدل مية وعشرين ألف في حالة إنه اشتركت لمدة السنة كاملة مثلا تستاجر وتريد الكورسات إنه تستمر لمدة سنة كاملة فتقدر تشترك بها بمية وخمسين ألف بدل ميتين وأربعين ألف فكل ما تزيد الفترة كل ما الأسعار ها يتقل تمام بس ملاحظة مهمة ذنية الأسعار اللي أردناها هي نوت فكست يعني مو ثابتة يعني ممكن في بعض الأحيان نسوي تخفيض ذنية الأسعار تمام فلهذا الرجاء إنه تشيك صفحة مالتنا ما تليجرام قبل ما تسجل ذنية المالتلي سبسكريبشن بلان لأنه على سبيل المثال ممكن جدي فترة سوينا الوان مالتب عشر تالار فأنت هنا رح تدفع ممكن عشرين ألف وأنت كان تقدر إنه تدفع عشر تالار تمام فالرجاء إنه ذنية الأسعار هي مو ثابتة فتشيكوا صفحة مالتنا أخافهم سوين أبديت ذنية الأسعار حتى يعني تقدرون إنه تشوفوها وأيضا إذا يعني رجل تتأكدون تقدرون إنه تززوننا عن تليجرام وحنا نجاوبكم بالأسعار اللي متوفرة في الوقت الحالي آخر شي هو إنه شلون الواحد يسجل بهاي الخطة بالنسبة للطلاب اللي هم مانترستد بيها فهيسا رح نشرح عملية التسجيل عملية التسجيل هي ثلاث خطوات الخطوة الأولى إنه تملون الجوجل فورما الآتية الجوجل فورما الآتية نأخذ بيها معلومات من عدكم فبالتالي رح نأخذ ما عندك اسمك يعني تكتبه your right name telephone number telegram user email لن يكون هاي communication methods حتى نقدر إنه نتواصل وياكم في أي وقت يعني نحتاجكم به أو نسجكم update به وأيضا تختار إنه تشجيل تريد شهر شهرين ثلاثة وهاكذا حسب إذا شنو اللي دتريده تمام فإذن أول خطوة إنه تملل فورما الآتية وبالي هاي الخطوة الثانية إنه تسوي الpayment حسب الخطة الاشتراك اللي أنت تريدها فإذا ردت شهر واحد تروح وتدفع الpayment هذا مال الشهر الواحد عن طريق واحدة من ذني methods إنه ذني أسهل methods اللي إحنا موفريها واللي يعني أغلبية الطلاب حالياً يقدرون إنه يستعملوها أولاً هي زين كاش تمام واللي هي طريقة كل الشائعة بالدفئ وتقريباً يعني أغلب المحلات التليفون أغلب أهل الصرافات اللي موجودين داخل كل منطقة من المناطق يعني الإعلاقة بشكل عام أدهم حساب مع زين كاش وتقدرون إنه تدفعون من خلاله أو ممكن إنه أدهم من خلال محفظتكم الشخصية مع زين كاش اللي تقدرون سووها أيضاً تدفعون من خلاله تمام؟ فإذن عن طريق الزين كاش ممكن تدفعون إلى هذا اللقم أو إلى هذا اللقم تمام؟ أي واحد يأجبكم في حالة إنه أكو واحد من أدهم بها مشكلة واللي هي أيضاً طريقة شائعة وسهلة واللي متوفرة بأغلب المناطق يعني تقريباً هو بكل مناطق أكو موظفين فبالتالي بكل منطقة من المناطق أكو أهل صيرفة واللي للموظفين يسحبون رواتبهم من عدها نفسهم تولى أهل الصيرفة تقدر أنه تروح تقولهم أنه حولوا يعني الفيز خطة مالتك إلى رقم الماستر كارد الآتية تمام؟ فهم راح يحولوها مثلاً 120 ألف تطيهم 20 ألف وتكونوا يحولوها إلى هاي الرقم مال الماستر كارد فهما ممكن أنه يأخذون عن طريق هذا التحويل يأخذون يعني مثلاً ألف دينار من عندك إضافي تمام؟ فيعني ممكن عن طريق الماستر كارد أو ممكن حتى هاي الماستر كارد التحويل بها يكون الكتروني عن طريق تطبيق مالتها فإيضاً أنا هاي الك تقدر أن هذا التطبيق يقدر يحول من خلاله إلى هاي الرقم مال الماستر كارد اللي موضح هناك وللما خلصت عملية البيمنت فبس يسعمون الكوناكkarد ما إقتربنا إنو تدخلون ألا التليقرات مالتنا تبلغون إنو إنتدفعتوا يعني هذا المبلغ خلال هذا الوقت وترون الوصل مالا الدفعة تمام؟ وهذا هو التليقرام نوزرم مالتنا وبعد مدزون الكونформ Pacit احنا مباشرة رح يعني نعلمكم انه شلون تشتركون وطبعا اشتراككم ان شاء الله يبدي بنفس اليوم اللي انتو دفعت به فمثلا ما يحتاجون تتأخرون الى يوم ثاني او يوم ثالث بعد الدفع حتى تحصلون على الفيديوات لا ان شاء الله في نفس اليوم انتو تمتعفون هنا اخر شي بشكرا جزيلا للاستموعة على هذا الفيديو وان شاء الله انهم شريحة اللي يحتاجون الى هاي النوع من السبسكريبشنز يستفادوا من الها شكرا جزيلا